مول القرطاصة هذه اسمية واحد القناة في يوتيوب او صحاب فيسبوك مولها مش حال هذي هو كي تيري في القرطاص وفي كل اتجاهات فيما بللوش هادف كي بقي تيري مخلافهم من بش وعاير وسب وشهر وزيد وزيد لكن القرطاصة هات المرة خطأت الهدف ضربت في الصور ورجعت له جابتو كاو ما قتلاتوش لكن قتلات الحرية ديالو رغضبها في السيجن ديال بوركايزو كيتحاكم وكيتكاد تنتظروا عقوبة مول القرطاصة رغض في السيجن من هذي عشر ايام وهي المدة اللي دازت على اليداع ديالو منطرف النيابة العمال محكمة بشدائية ديال فاس اليوم سجمعة 17 نوان بيرفين ثلاثة وشرين كانت عندوه جلسة امام غرفات شوناح تلبوسي اعتقال وهذه الغرفة سبق لها اجلات المحاكمة ديالو قبل مجوز سيمانات قريبا دازو اعطات ليه مهلة كافية باش يعين شي محامي او محامين يدافعوا عليه في اطار حقه في الدفاع سبب الاعتقال لهذا السيد المعروف باللحية الكتيفة ديالو من مستلة وذيك المحتوى الرقمي اللي كان كان يدشر وما خلفه شكون سب عيتي لي بالقرطاص في كل اتجاهات لك القرطاص الاخير اخطأت الهدف وشتفه تحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة اهانة موظفين عمومين اثناء قيامهم بمهامهم تحريض الارتكاب جنايات او جنح بوسطة وسائل الالكترونية الإساءة وإهانة هيئة السورية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هذه التهم الجنحية باش تبعت النيابة العامة وفي حالات اعتقاله امرت بالإذاة ديالو ما كانت شفى شو ما شم العدد ديالي لكن الفلوس ديال الادسنس كما قلت كتعمل البصر والبصيرة هالنتيجة اعتقال محاكمة حكم غالبا غادي يكون مشتد بالنظر للتهم باش مكتبع بالنظم كيقلب على الشهرة وعلى الفلوس ما كارعيش على التباعات ولا كارعي للزبل اللي يقدر يطح فيها وما ينوتش الميلف ديال المرقرطسة هو ثاني ميلف جنحي تلبوس اعتقال يعرض في اسبوع امام حكمة كده يرفس الاسف كل هدوه وكلهم يعتقدوا مع أنفسهم ربا بأنهم مؤثرين وفيهم ثلث غرد بعد المشاهدات والمتابعين والقيمة ديال المدخول الشهري مش الشي اللي كي يربح على السنس من المحتوى هذا المحتوى الكتير منه تافي وكيتبعه تافيه كما تعرفوا الدبان كتبع الزبل وسمحوا للتعبير والوصف وهذا الوصف طبعا ما قابلش ابدان التعميم لكل غالبية او نسبة كبيرة تافيهون وتافيهون وتابعين تافيهين من اصحاب عشرة أفراد من عائلة نعيمة البدوية مولات واحد القناة في يوتيوب تبق ليها تشدات تحكمات وتحكم عليها بعقوبة أو بعقوبتين في 2000 عشرة أفراد معائلتها كيتحاكموا أمام غرفة جنحية تلبوسية فيهم رجل وعيالته وبنتها كان اللي مشدد فيهم وراف الحبس وكان اللي مطلق عنده الصراح كان ابنتها كما قلت ونسابها وهي وغضي نضح طبيعة تهم موجهة لهم وعلاش تمت المتابعة دي لهم بهاتش علما أقول ونسطر عليها بالحمر أني لا أتبنى لا رواية ديالها ولا ديال ممها واختها وهما بجوز اللي جرواهم جروا بعضهم للحبس والمتابعة حيث الأم والأخت كتخول بأنها معيمة وبناتها ونسابها جند وغمشة وهجمع لها لقدرهم ما خلوهم فايدا وتلعفوا وتسطح وما خلوهم ما داروا على أين نهار الثنين تلتراش نوم مبير كانت عندهم أول جلسة ديال المحاكمة المحاكمة أجلتها وحداتها ربعات جنب المقبل لثاني جلسة أعطتهم 21 يوم لإعداد الدفاع وأيضا المحاكمة قررت تستدعي الشهود ديال المحضر الناس اللي السمعت لهم الضبطة قضائية ديال بتارك وطبعا باقي المشتكين اللي ما حضروا في أول جلسة ومنهم ها إن هاد المشتكون كانوا ها واختها هم اللي شكووا به بهذا المؤثرة وبناتها هم اللي شكووا معدم قناوات كل شي شي قناوات شي عايير شون بعد المعيور وتطورت الأمور على ما اللي شنوقع ضربوا الجرح هجوم على مسكة للغير بواسطة سلاح وعن طريق أشخاص متعددين حيزت سلاح بدون مبرر المشروع حيزت سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال العنف التربوا الجرح بواسطة السلاح تهديد بواسطته التهديد بواسطته والتهديد بارتكاب الجناية والسبوشات هذه التهم بش متابعين المتهمين العشرة اللي تبعتهم بها أن يبن عم محكمة لا يفس الاعتقال والإحالة والمتابعة دي لهم جات بناء على الشيكاية وفيها الشيكاية دي لخط ديك المؤترة نعم البدوية ومها شوفوا معي العائلة لأسف كيف الشيكاية يدعي شيء وشيكاية يضرب شيء نقلوا التطاحن أو الحرب العائلية نقلوها من العالم الافتراضي إلى الواقع كيف الشيكاية يدعي شيء كيف الشيكاية يخرج على العائلات ودمرها بنامك تشوف الملايين لا يشوف التبعات والشيكاية وكيف الشيكاية يدعي شيء أصيلة الراحيم وماشي غير حالات كثيرة العائلات كثيرة اللي اشتتها اليوتيوب ومجوارها هذه المؤثرة المثيرة للجدل كانت نهار الحديث في المحكمة عندها ملف وحدة خرج نحي لكن تم اتهامها بالسبو الشسم والضحايا المفترضين تقدموا بوسائل إثبات منها شهادة شهود وشواهيد طبية ومن ضمن هذه الشواهيد كانت واحدة شهادة واحدة من الضحايا قدمت شهادة طبية مدة العجل المؤقت فيها 35 يوم سلمها لها واحدة الطبيب معروف ومصحها سمع الطبيب منحقه يحدد المودة اللي كيشوفها مناسبة بناءً على المعاينة والكش وطبيعة الجروح والإصابة تحد ما منحقه باش يحسبه وليح تشجع له نيابة العم عند الصلاحية القانونية يلبلها كان يقول يلبلها شي حاجة ما شي عادية من حقها دخل وتعرض الضحية على طبيب واحد آخر لكن استروا معي على هذا لكن لكن واحد المؤثير ومشي غير مؤثير للجدل هذا شي حاجة أخرى أكثر من إثارات الجدل هاد المؤثير هو من دي سمك الناس سبق ليدوز الحبس تدام بعقوبة سالبة للحرية وكي نبه مجموعة من الشي كي تنتظر استكمال البحث والإحالة ومازال في مكان شهيلة لا تلقاه فيها وقافات غائمة من محاكم ولايفات وسب لما نسميه ولكم عارفينه وتاور عارف رأسه هاد المؤثير الصغل هاد الحدث دي المتابعة دي الأفراد عائلة سالنعيم البدوية ومشي قل لك غادي دير وقفة حتيجاجية للطبيب اللي يعطى ديك الشهادة الطبيب غادي دير وقفة حتيجاجية قدام هيئة الأطيبة المزيز الجهاوية وأكثر ناتشي دار إشعار السلطة على أساس أنه البالح الخميس غادي تكون لوقفة وقال لك ما قال لك أجلها لما بعد غدال حد بداعي أن المعيد الولز داما مع واحد الزيارة كان دير بها خريط الطلب ديرها خريط أي الطلب وزي الصحل ندين تفاس ديشن فيها مجموعة من المشاريع وتفق الأخرى هاد اليوتيوبر دير لونتات ديال واحدة الجمعية ديال المواجرين ديك لونتات داروا في الطلاب دياله أو بالأحرار الإشعار دياله السلطة بلوقفة حتيجاجية ضد الطبيب هاشوه كله أجد خليك انتها في الخدمات وعندي الميساج أو الإشعار اللي تعالوا لقائي اللي مفترض يكون تسلم الإشعاري لكن بالصحة الإشعار صحيح وخشفتو فيه الكاشي الجمعية ومهن الميساج ديالي للقائد هو أنه يعيت له وتأكد من القانونية ديال الجمعية اللي تقدم الإشعار بسميتها بلونتات ديالها طبعا في حالتي لبله أمور عادية على بركات الله لبله شي حاجة واحدة أخرى ومشيها ديالك انت خدمته وردها بيدي الشرطة قضائية ويش عارة نيابة العمى ويدي الخدمة دياله بزاف بزاف هاتش اللي وصلنا له إلا بقيناك نشوفه كل واحد يتدخل في ما لا يعنيه في اختصاصة واحدين أخرين أخليك علشي يعطي الطبيب ومتسوقك بيدعي أنه مؤثر أو شي حاجة أو راشي حاجة كبيرة في العلم الفتراطي ومبعد وانت مؤثر وعندك مشاهدة أخليك انت في شاهدة طبيب اللي أعطى للطبيب ولا في الطبيب زعمه سايبة اللي جاي يضغط لأسف راكم كتشوفوه كل ما كان شي يوتيوبر كيتحاكم كتلقاه باب المحكامة مرحب زاب هاد الناس اللي كيسمهم ريوسهم مؤثرين فيما كان شي حد عنده شي قانات كي يجيب وطلق اللايف يضغل زفتش لا مره ماشي سايبة عم اسمع يا عمي أو يا ابن عمي القضاء حتى حد ما كيلوي ليه ديه ولا يلغط عليه لا بالوقفه ولا بغيره إذا ثابت أو ثابتت شي حاجة بحق أي متهم والمتهمين أسوياء قادي تعقب كل شي سواسي أمام القانون احتجوا لن تبدل اللي بغيت إذا كنت مدنيب ها تتعق وإذا كنت باريخ ها تتبرع بون فينا شكرا لحسن استماعكم وإلى فرصة لاحق ودامت أفرحكم موسيقى